اشتركوا في القناة اهل البيت علم الصلاة والسلام لانا ذكرت في بداية البرنامج ان لا يمكن لمسلم منذ عهد الرسول صلى الله عليه وآله الى يوم هذا لا يمكن لمسلم ان ينكر حب اهل البيت وانه جزء من الاسلام ومن الامان بل هو اساس الامان هذا مطفق عليه وبالتالي نحن واهل السنة والجماعة وهم اخواننا واحباؤنا وانفسنا كما يقول المراجع الكرام فنحن نتنافس معهم في هذا الاتجاه نتنافس معهم في الخيرات وعلى رأس الخير وباب الخير الكبير هو حب اهل البيت علم الصلاة والسلام هؤلاء هم اهل السنة والجماعة وهكذا عرفناهم وهكذا كما يقول الاخ من العراق يتنافسون مع الشيعة في زيارة المراقد الشريفة في اقامة المجالس في اقامة الموالد خصوصا سنة العراق أنا أسمح لي هنا أن يعني أبين حقيقة تاريخية بأن سنة العراق هم وإن كانت العبارة ربما لا تكون يعني مناسبة ولكن يعني سأقولها أفضل سنة العراق يعني خصوصا سنة الجنوب والديالة وهذه المناطق هم أفضل سنة في علاقتهم مع أهل البيت ومع شيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وأنا عرفت الكثير من السنة في العالم فهم من أفضل السنة في ارتباطهم بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام وأما الحالة التي الحالة هذه التي حصلت في الأول الأخيرة هذه حالة طارئة إن شاء الله ستذهب ستذهب كما مع الأمريكان وستذهب مع هذا الفكر التكفيري الذي أراد أن يقول للسنة في العراق بأنكم أنتم يعني لابد لكم أن تتعاملوا مع الشيعة بحالة عدائية هذا إن شاء الله سيذهب مع الأمريكان وسيذهب مع الفكر التكفيري إن شاء الله وأنا أؤكد مرة أخرى بأن السنة في العراق يشاركون في الزيارات في المجالس في المآتم حتى في الخدمات وهذا ما شاهدته بنفسي ومرة أخرى أيضا أقول بأن السنة في العالم هم كالشيعة في اعتقادي لأن حب أهل البيت وأساس الإيمان ونتنافس كلنا في هذا الطعام